وبالتحديد بخصوص منتخبنا الوطني الأول اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق ونتمنى روي فيتوريا إن شاء الله بإذن الله إنه هو يقدر يقدر يقدم لنا مباراة مميزة قدام بلجيكا منتخب مرشح للفوز بكاس العالم يعني بلجيكا بالقايمة بتاعتها بالأسماء الجبار الموجودة في منتخب بلجيكي أكيد منتخب مرشح للفوز بكاس العالم أعتقد منتخب بلجيكا معاه أعتقد المغرب يعني عشان كده بلعبوا منتخب مصر كأحتكاك من نفس المدرسة تقريبا قبل ما يقبلهم في المجموعة لكن في كل الأحوال كلام كتير خرج خلال الفترة اللي فاتت يعني بعد القايمة الأولى اللي تم الإعلان عنها وحتة كريم فؤاد تمام الناس انتقدت واحد زي كريم فؤاد بعيد عن قايمة لكن في كل الأحوال ده شيء يحطر ما فيش مشكلة وجهة نظر فني رغم رغم إنه طيما أنت كده كده عندك النية أنك تستبعد البعض من اللعبين فحتى كجانب معنوي واحد كان موجود معك في المعسكر اللي فات وقدى بشكل أكثر من رائع معنى دي يعني عم يخده معك في القايمة وبعد كده بأستبعده قبل مرحلة تانية اللي انت أعلنت إمبارح القايمة اللي هتشارك فيها أو القايمة اللي هتكون موجودة في المعسكر في المرحلة التانية استعدادا للمنتخب الجيكا لكن ما علينا مش ديكسة أنا قستي وأنا هتكلم معاكم في حتة مهمة جدا كل ما حدث قادي دي القايمة طيب خلينا نقول القايمة الأول قبل ما اتكلم عن الجزئية المهمة دي في حرصة المرمى محمد الشناوي أحمد الشناوي مدافع بيرامدز عفوا حارس بيرامدز بعد انتهاء من مغرطايا الكونفدرالية ومحمد عواد حارس نادي الزمالك في الدفاع عمر جابر أقلم توفيق أحمد حجازي علي جبر أسامة جلال محمود علاء محمد حمدي وحسين السيد خط الوسط طريق حمد حمدي فاتحي محمد النني إمام عشور محمود حمادة محمد مجدي أفشة طهر محمد طهر أحمد مصطفى زيزو بقى مش أحمد السيد الهجوم محمد صلاح ومحمود ريزيجي وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش ومصطفى محمد بالنسبة عمر مرموش يعني عرفت ان هو جاله أصابة في المباراة اللي بتتلعب دلوقتي لفريقه وولفرسبورج الألماني ما عرفش بي لعبه مين بصراحة لكن يقال ان هو تعرض لإصابة يمتمنى له رب الشفاء سريعا لكن أنا عايزة أتكلم ارجع لي بقى شيدي أنا عايزة أتكلم على أو يا مجدي عايزة أتكلم على موضوع متولي وياصر إبراهيم وحعرض لكم تصريح لساوس جيت ما عرفش هينفع عن الرئيس أو لا بس ساوس جيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الراجل أعلن عن القايمة فالقايمة بتاعت المنتخب الإنجليزي اللي حتشارك في كاس العالم شهدت مفاجآت نظرا أنه هو أعلن عن بعض الأسماء اللي ما كانش تلعب الفترة اللي فاتت ومن ضمنهم ناس كانوا مصابين لسه في المراحل الأخيرة من التأهيل فالراجل عمل إيه؟ اختار كل منه ووكر الظاهير الأيمن بتاع منشستر سيتي بقى له فترة ما بلعبش بسبب الإصابة اختار فيليبس برضو واحد من العناصر الأساسية في تشكيلة جوارديولا في منشستر سيتي واختار ماجواير اللي هو مدافع منشستر نايتد واللي ما بلعبش بقى له فترة بشكل أساسي مع منشستر نايتد فلما تسأل انت اخترتهم ليه؟ قال التبرير بتاع كل واحد قالوا له مثلا كان فيه برضو لعب مميز جدا هو عقل صغير في السن بس مدافع كويس ماشي بشكل جيد ليه مخترتوش قال لسه ما حدش أثبت من المدافعين الشباب انه هو ينضم المنتخب في بطولة كبيرة زي دي فانا بصد كل السكة في ماجواير دي حاجة تحسب للمدير الفاني ونفس الحال بالنسبة لفليبس وقال كمان ان انا متابع التأهيل والبرنامج الخاص بوكر الظاهير الايمن لمانشستر سيتي ومطلع على كل التقارير ركز معي في الجزئية دي وانا حراركم التصريح قال لك ايه؟ ده ساوس جيت المدير الفاني المنتخب الإنجليزي كان لدينا تواصل جيد بص بق كان لدينا تواصل جيد مع جميع الاندية في هذه الفترة عن سير التدريبات ده جهاز الفاني المنتخب الإنجليزي يتواصل مع مين؟ مع الاندية الإنجليزية سير التدريبات كل اللعبين لاننا سنكون بحاجة لاستحابهم على الفور قبل رؤيتهم على أرض التدريب حلو واردنا معرفة الأحمال التي يتعرض لها اللاعبون الأساسيون ومن يلعبون بصورة أقل اعتياديا اخترنا المدافعين الأكثر خبرة الأصغر سنن لديهم خبرة جيدة ولكن لا نعتقد أننا نملك ما يكفي من الوقت لنقل الخبرة إليهم فهو هنا قال لك ايه؟ قال لك يا جماعة احنا تواصلنا مع الاندية اللي احنا بنرغب فيه يعني ضم عدد من اللاعبين منها عشان نعرف ايه الأحمال التدريبية الخاصة بكل لاحد والبرامج التدريبية بالنسبة له ماشية ازاي ده شغل ايه؟ احترافي احنا هنا إلا حصل عندنا بقى تعال حكي لك انت أكيد عارف بس فيه تفاصيل وفيه للأسف البعض من الإعلاميين اللي حاولوا يستغلوا القصة دي عشان يسوقوا أو يظهروا أو يصدروا صورة عن النادي الأهلي خاطئة بالتحديد في موضوع عيسي برايم لكن خليه يبتدي من الأول بموضوع محمود متولي محمود متولي الراجل باشي بشكل أكثر من رأى مع النادي الأهلي في ستة ماشاتة تلعب بعندوش أي مشكلة ولا أصابة ولا أي حاجة بل كمان بالعكس ده بيتقلق وبييتواهج ما شاء الله عليه راح المنتخب تدريب في التاني هوب إصابة طيب اتقال بقى يا جماعة طمهو الأهلي بعت تقارير للمنتخب فيه أقويل متضربة في الموضوع ده إن الأهلي بعت تقارير عن حالة متولي والجانب الاستشفاء الخاص بي لازم يكون إزاي والجانب الخاص بالتدريبات والأحمال البدنية الناس في المنتخب نفوا الكلام ده وطلع الكابتن حازم إمام نفى الكلام ده وقال يا جماعة لا إحنا ما حصلش بنا أي تنصيق مع النادي الأهلي أوكي ما فيش مشكلة نصدق الكابتن حازم إمام طبعا وهو قيمة كبيرة ما فيش أي مشكلة خالص لكن تصريحه في حد ذاته ده إيدانة لجهاز المنتخب وإيدانة للكابتن حازم إمام في وجهة نظر ليه؟ لأن منتخب مصر بكمته وقمته بالجهاز الكبير والمميز والمن المفترض أنه هو جهاز محترف لازم كان يعمل زي الراجل ساوس جيت أن أنت تحاول تتواصل مع الأندية تقول لهم يا جماعة دلوقتي أنا عايزة تطلع على التقارير الخاصة بكل لعب أنا حابب أن أضمه خلال الفترة الجاية وأقف على البرامج التدريبية والتأهلية الخاصة بيه ومعاملية الاستشفاء والأمور تبقى ماشية إزاي عشان ما يحصلش أي انتكاسة أو أي إصابة للاعب فترة أنه أصلا ما حصلش تنصيق وأن النادي الأهلي ما بعدش حاجة بس في نفس الوقت أنت لازم كمنتخب كنت تتحاول تبقى حريص بشكل كبير جدا أنك تعرف كل التفاصيل الزي دي على الصعيد الآخر ياسر إبراهيم وعدم انضمامه المنتخب مصر حصل تنصيق تام ما بين الكابتن سيد عبد الحفيز والمسؤولين على المنتخب ليه بقى ركز لأن في إعلامي والإعلاميين حرقهم عارفينه بشكل كويس جدا قال لك إزاي وما ينفعش ياسر ما يروحش منتخب ده منتخب مصر ده محمد صلاح لما بيجي الناس بتتواصل وبياخدوا التأرير وده محمد صلاح اللي كنته بكمية الدوري بمصر واحد يحاول يعني يقولك أن الأهلي مش عايز يودي ياسر إبراهيم وهو للأسف الشديد مش ملم بالتفاصيل والكواليس وعنده فريق أعداد من المختار ومهو يتحرك يجيب له حاجات زي دي بس واضح أنه ممكن يكون كان ليه توجه بشكل أو بآخر تمام؟ وراح أقل لك إيه الأهلي هو أنا مش بتكلم على الأهل مع أنه بتكلم على ياسر إبراهيم ومحمد تقول لي هم موجودين في النادي الأهلي دون ياسر مش بلعوه في الزمالك لكن أنا مش قصدي الأهلي هم قصدك مين؟ لكن في كل أحوال التنصيق حصل إزاي؟ حصل أن ياسر إبراهيم الرجل كان عنده أحمال تدريبية زائدة لأنه ما تمش اختياره في القائمة الأولى للمتخم مصر فبالتالي عنده أجازة خمس تيام فلازم ترفع المعدل المعدل الأحمال البدنية عشان فيه راحة خمس تيام وبعدها تبتدي البرنامج الجديد بتاعك في التدريب فهو ده سبب اللي خلى ياسر إبراهيم ما ندمش لمنتخم مصر والتنصيق اللي حصل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيز والمسؤولين عن جهاز الفني لمنتخبنا الوطني فدي تفاصيل مهمة جدا لازم الناس تكون عارفها ومدركها بشكل كبير جدا وتوضيح لبعض الأمور لأن في البعض الآخر بيحاول أنه هو يصدر صورة غير حقيقية عن نادي الأهلي اللي مواقف تاريخية مع منتخبنا الوطني مواقف طبيعي جدا يقودها النادي الأهلي لكنها مواقف مهمة أبرزها طبعا كاس العالم الأخيرة اللي كان الأهلي بيلعب فيها مباريات دولية مهمة بمسل فيها منتخب مصر وفي نفس الوقت كان عنده عدد من اللاعبين في منتخبنا الوطني اللي أكيد الأولوية طبعا لمنتخبنا كان عندهم غمار مباراة بطولة الأمور الأفريقية فمحدش الجماعة يحاول يلعب بس في الحتة دي عشان ده أمر مهمة خلينا نروح للمشاهدة